موسيقى شلومو من طول لفنان من بعد ما حكينا على الكتابات السريانية القسم الأول يلي بيعطي معلومة تاريخية والقسم الثاني يلي هو بقلب جليلو يعني دوائرة قسم الثالث يلي هو بتتراجونوس يعني مربع والقسم الرابع يلي هي الجملة أو الكتابة المتعلقة بالصليب اليوم منا نشوف كيف بيكون محلن على واجهة الكنيسة المارونية وشو الدور يلي بتلعبوها الكتابة وشو هنه الرموز يلي متعلقين مع هيد الكتابة وبفوتوا معها على الواجهة بكمبوزيشون واحدة منبلش مشوارنا بدير سيد الطميش المتن وهون عم نشوف الكنيسة عليها عناصر مهمة يلي هي الصليب يلي عالباب وعالجرس اللي هي الشباك المبروم يلي راح نشوف شوي شوي انه هو عم يعطينا شكل ونور الاربان والبوابة يلي هي عنده اهمية خاصة منشوف انه كل الشغل والفن جايه على نص هالواجهة على البوابة او على اكس عمودة كل شي جايه لي من الصليب للشباك المبروم للبوابة ويمين وشمال ما بقى فيه شغل فيه بساطة كاملة واكيد بهيدا على هيدا الاكس العمودة هون في عنا كمان الكتابة السريانية حتى هون فيه اتنين هنقرب ونشوف هالكتابة مثلا كيف هي ومنلاحظ انه في ضغري تحتها مبين صليب ومبين اتنين دويرات اللي هنه شوي اللي هنه الشمس والامر منقول شمشه وسهره بالسريانة هلا راح نشوف ليش وهيدي الكتابة فيه كمان صليب على اعلى شقفة منها والكتابة جايه ببساطة كاملة ما فيه اي نوع من الزينة وبالشكل وبالمضمون كمان لانه اذا مروح على الناس هلا ومنقريبة هون مبلش نشوف كيف فيه بساطة كمان بالمضمون لله مجد دايما سنة اولاف سمكات عين يعني 1670 عمر هيدا الدير المبارك برسم السيدة جبرايل متران حلب نشوف هون انه ما فيه اي نوع من التجميل او الايب زيادة الناس بروح ضغري على الفكرة وعننا بساطة حتى بشكل الاحرف وبكل شي منا نشوف هلا شوي شوي ليه هالبساطة راح تضال تلحقنا كل الوقت بالكتابات هيدا تقريبا 100 كتابة يلي عم نشتغل عليهم مشوارنا بيخدنا هلا على ريش مية على دير ماريوحنا المعمدين عم ننقل من سنة 1670 ل 1686 ومنرجع منلاحظ هوني على هالاكس العمودة في عنا تحت البوابة عنا فوقه كتابة سريانية فوقه في عنا نور نور الاربان شباك هالمرة منهم مبروم فوقه بيرجع فيه صلبان ومنقرب بالصورة ومنلاحظ انه كمان مرة الكتابة بساطة كاملة ما فيه اي نوع من الزينة نحن ب1686 رح ننقل هلا على بسري بمنطقة جزين ب1740 سنة بالقرن 18 وهون بسيدة بسري منرجع منشوف هالاكس العمودة ومنشوف انه كيف فيه اهتمام خاص بالبوابة بالباب كيف لون الحجر نوع الحجر شوية أنطرح فوق الباب العدبي عليها صليب ومنطلع بعد طلوع منلاقي كمان هالشباك هالنور وعليه كمان صلبان وكمان كتابة وخلينا نقرب منه ونطلع كمان ومنلاحظ انه فيها ثلاث صلبان يلي بمثلو القولغوتا وتحت فيها الكتابة السريانية جاية عنا اربع تسطور عنا اول سطرين هن خط سرياني وتحتهم سطرين بالخط العربي ليه هالحجر بتهمنا كتير لانه اذا منطلع مظبوطة عليها عم نلاحظ انه في بساطة كاملة بالخط السرياني لأول سطرين اما السطرين العربي يلي نفس النحيات اشتغلون فيهم كتير مهارة بالشغل بفرجة انه هو عنده مهارة معناه هون ما بقى حدا في يقول انه الكتابة بسيطة لانه ما كنا نعرف نعمل احسن ولانه كنا فقرة ولانه ما كان عنا حدا اشتر منها هوني على نفس الحجر منشوف انه كان يعرف يعمل كان يقدر يعمل اكتر بس كتابتنا السريانية بسقفتنا السريانية والليهوت عنا هي بتمثل ميلتو ميلتو يعني الكلمة والكلمة هي الحقيقة يلي ما بتتزين وما بتحمل اي نوع من التجميل مشان هيك عم نلاحظ هون هالخط السرياني يلي دايما عم بيكون بالبساطة الكاملة رح ننقل هلأ على المتن قدمنا سنتين لقدين من 1740 ل 1742 ونهايدة سيدة زكريت نفس الشي منشوف انه الواجهة بالبساطة الكاملة وانه في كتير شغل على البيب واذا منقرب كمان من هالبيب ومنطلع منلاقي الكتابة السريانية كمان بساطة كاملة بالخط ما في اي نوع زينة وهون منقرأ انشأ هيدا المقام على اسم سيدتنا مريم اهيلة زكريت سنت يلي بناسب هون بالسرياني 1742 بالشكل وبالمضمون بساطة كاملة وهلأ رح ننقل 1753 تقريبا بعد عاش سنين صرنا بتشوف بيد دبية كنيسة مار يوسف منلاحظ كمان مرة البساطة الكاملة على كل الواجهة اما البيب رح نقرب منه ونشوف هون الشغل يلي قدموه للرب ومنلاقي الاحجار الكنعينية الفينئية حوالى البيب اللي هيعبروا عن اهمية البيب ورح نشوف ليش هالبيب عنده كتير اهمية وبيحكي عنه استفين اصدويهة وبيحكي عنه باشعية هديش عنده رمزية الباب هو يلي بدخلنا على المناولة اول شيء افكية بالإداس وبعدين عمودية ومنطلع مظبوط ومنلاقي الصليب هوني على العدبة ومنشوف الخط السرياني على العدبة بكل بساطة فوقه في بلاك بيضة بالخط العربي بس ما بهم اما اذا منرجع على صورتنا منشوف الصليب على العدبة منشوف الكتابة السريانية وفوقه عنا كمان صلبين وفوق في عنا شمشو وصهرو الشمس والامر وبالنص بين الشمس والامر عنا رموز الاخريستية الكاس والاربانة معنى هون بلشوا يبينوا كل هالعناصر يلي بيمتماشوا مع الكتابة السريانية ورح نبلش نكتشفهم شوي شوي ومعناتهم وبالصورة يلي بعدها منشوف هوني البساطة الكاملة طبع الخط قد ما كان فيه صور للاربان وللشمس وللأمر وللصليب مشغولين كتير منيح بضل الخط بكل البساطة هلأ رح نروح كمان سنتين سننا بالف سبعمية وخمسة وخمسين بدلبتا بسيدة الحقلة وهوني بدلبتا منلاحظ الشغل كتير حواله الباب من عواميد من نحت حجر واذا قربنا كمان فوق الباب شو منشوف؟ منشوف الشغل يلي حواله الكتابة السريانية كمان مرة منقول انه في عنا نحتين شاطرين كتير في مهيرة بالشغل ما حدا بيقول ما بيعفوا يشتغلوا لانه مبين هون حواله الكتابة مبين فوقه ورد الكتابة منلاحظ انه ما بتحمل اي نوع من الزينة والتجميل بعضها هي الملتو بعضها هي الكلمة بكل حقيقتها وفوق على الراس عم نلاحظ فوق الزهور بيجعب يبين رموز الاخارستية الاربان واذا قربنا من الناس هلا ومنقري منلاحظ كمان مرة البساطة بالمضمون لانه عم نقرأ المجل الليه دايما تشيد هيدا الهيكل وكلمة هيكل كتير مهمة لانه السريان كلهم بيستعملوا كلمة عيدتو للكنيسة اما الموارني بقولوا بالسريان هيكلوا وبالقرشوني هيكل ودايما بيستعملوا هالكلمة تشيد هيدا الهيكل المبارك على اسم سيدتنا مريم العدرة بايام رئيسة السيد الباتريارك مار طوبية الخيزن ومنشوف كمان هون هديش النص عم بيكون بسيط وعم بيروح ضغري على المعنى يلي بدي يواصله ان كان بالشكل او بالمضمون وهلا رح نكفي مشوارنا سوى شيء عشر سنين لقدين سنة بالف وسبعمية وخمسة وستين بدرعون كنيسة مار يوسف هيدا كتير مهمة لالنا لانه بلش يظهر عنا هون بموجب استعمال حجار من لون مختلف عن باقي الوجهة عم بيين عنا شكل هرمي بلش ينرسم هلأ هرم عم بيجمع هالهرم الباب مع الاحجار الكنعينية الفينيئية يلي حوالها يلي هي بتستعمل خصوصي لطاعة الاهمية تبع البيب يلي بيحكي عنا مار اسفينوس دويه الباتريارك وقت بيجيب سيرة اشعية بالكتاب المقدس فوق هالبيب عنا الصليب وفوق الصليب الكتابة السريانية يلي ما بتتزين وفوقه كمان شكل ونور الاربان ومنقرب كمان من الكتابة ومنلاحظ كمان مرة جديدة قداشها بسيطة وما بتحمل نوع اي نوع من الزينة من 1765 رح نكفي ل 1769 ونرجع نروح ع الشمال لريش تعموت مرت مورة وهون منرجع منشوف هالاكس العمودي اللي عليه كمان الباب والصليب والكتابة السريانية وشكل ونور الاربان ومنقرب كمان مرة من الكتابة ومنرجع منشوف قداشها بسيطة وما بتحمل اي تجميل ورح نكفي هلأ صرنا ب 1777 هون بدير مارجريوس الشهيد بالنعمة بشوف وعنا الباب وعنا صليب وعنا كمان مرة هالشباك الاوكوليوس يعني المبروم قربنا منه وشو منلاحظ انه هو عم بيحمل كل الرموز سوا عنا هون الشمس والأمر باللون الأصفر عنا حتى نجمة عنا صلبين وعنا الكتابة السريانية اللي هون مبينة واضحة ع الشمال وبالرغم عن كل الشطارة بالشغل بعضها الكتابة السريانية ما فيها اي تجميل واذا قربنا وقرينيها كمان منفهم العقلية لانه عم نقرأ حب الالي وحب العالم اختلفة ومن رامى جمعهما قدل وانحرف ونك عم منشوف هون قدي السريان بشكل عام والموارنة خاصة بيبتعدوا عن كل شي مادة عالارض ودايما توجهاتهم لملكوت السماء دايما عم بيفرجوا هون بكتاباتهم قديش في ما فيهم يتفقوا الرب والعالم المادي ومن كفة سوا هلأ ل 1797 يعني بعد بعشرين سنة صرنا ب 1797 بمعيد بلاد جبال بدير مار عبدة وهون كمان مرة عم منشوف على هالاكس هيدا البيب والصليب وفي الشمس والامر عيمين وشمال الصليب وفوقه الكتابة وفوقه شكل ونور القربين ومنقرب من النص كمان مرة ومنشوف هون الكتابة مع السنة مكتوبة بالعربة وبترجع بتنكتب بالسرياني كمان حده أولا في عين صودة زين يعني 1797 ومنقرأ قد شيدت هيكل القديس مار عبدة الرهبنة اللبنينية وبس يعطينا المعلومات يلي مفروض يعطينا إيها مش أكتر من هيك ورح نكفي كمان مشوارنا هلأ على مزرعة يشوع ع كنيسة مار مارون صرنا هلأ بالقرن 19 بأول قرن 19 1814 تقريبا ومنشوف هلأ هون قدامنا كنيسة مار مارون الأكس هيدا العمودة عم يعطينا البوابة مشغولة على الآخر مثل ما شايفين باقي الوجهة ما في عليه أي نوع من الزينة فوق فيه شباك الأوكولوس المبروم وإذا منقرب هلأ من هيدا الشباك منشوف إنه جماعنا سوا شكل ونور القربين الشباك المبروم الصليب شمشو وصهرو الشمس والأمر ولكتابة كمان السريانية يلي ما بتحمل زينة ورح نكفي كمان مشوارنا هلأ نرجع نطلع لسوب أرتبة صرنا بدير مارسير كيسو بيخص سننا بـ 1830 وهون كمان على نفس الأكس عم نرجع نشوف البوابة والصليب والكتابة ونقرب كمان ومنشوف هوني على الحجرة قديش الكتابة بسيطة ما عايش فيها حتى التستير تحتها نقرأ هلأ النص بالترانسخيبسيون هيدا ومنشوف كتكمل هيدا الهيكل المبارك على مارسير كيسو بيخص في زمان أبيانة الخوري يوسف والخوري ليس وبيعطيك السنة 1830 ومنكفي هلأ على القطارة دير مارشاليطة سننا بـ 1857 كمان عنا الشباك المبروم وعنا الصليب وعنا البيب بس هون شغلة كتير مهمة رح نقرب ضغري من البيب لأنه منشوف على العتبة كل العناصر صارت مجموعة على حجر واحد يعني الإربان مبين واضح والصليب وكاس الخمر والإربانة والكتابة السريانية يلي بتقول مارشاليطة من دون أي نوع من الزينة يعني ملته وجسده دم المسيح والصليب كلهم موجودين هون وهالصورة هلأ بتخذنا على بكركة سننا بـ 1890 ومنطلع لفوق ومنرجع منشوف كمان بالصورة هلأ الكتاب السريانية على ميلة اليمين عشمال العربي عنده كتير حركة عنده كتير مهارة بحركة الحرف أما السرياني بعضه ديما بالبساطة هيدا الاسترانجيلو كاغي الاسترانجيلو المربع يلي هو الاسترانجيلو يلي سميناه مرة المارونة وأكيد فيه شكل الدويرة وفيه الصليب والعناصر يلي عم نحكي عنهم ما فيه هون الاربين لأنه نحن هلأ مش عمدخل الكنيسة عمدخل الدير هلأ منجي على كفارسغوب كنيسة مار أوطيل 1776 هيدا بتهمنا كتير لأنه هلأ رح نبلش نشوف كل العناصر سوا تنبلش نقدر نفهمهم رح نقرب شوي شوي هيدا الحجرة يلي عليا الكتابة يلي احنا اعتبرها هلأ صارت هي الكلمة ميلته وعليها تاريخ 1776 بس رح ننزل تحتها على الباب ونشوف هلأ على البوابة تاريخ تاني 1882 تير تير بتهمنا هيدا الكتابة لأنه الباتياركس فينوزوي حكينا عن أهمية الباب ونحنا من أول هالحلقة عم نحكي عن أهمية الباب بس هون في البرهين لأنه محفورة متوبة على الباب هالأهمية وقت اللي بنقرأ هون لتفتح أبوابك دايما ليلا ونهارا ولا تغلى أشعية 6011 اللي بيحكي عنه الباتيارك دويهي وقت بقول قديش لازم نهتم بشكل الباب طبع الكنيسة وهيدي ترتيلة سريانية بكرروها لموارنة دايما وقت بقوله نتبتحون طرعايك وهيدي الجملة نتبتحون طرعايك كرروها هني وحاملين جسد مار شربل ليلة عيد الميلاد ومنكافي ومنقرأ تحت بنفس الصورة هون عم منشوف كمان هايدي تخانسخيبشون عني اللي مكتوب على الباب منشوف ودخلوا إلى ديار الرب وشدوا في هيكالهي كمان فكرة الدخول هون كمان مزمور 5-8 ونحنا بس نفوت على الكنيسة كل واحد بروح على الكنيسة بيعرف إنه منرتل البيتوخ قالو هو عيلات وكدوم بيم ديالوخ سكدات كمان يعني على بيتك أنا دخلت هايدي كل أهمية البيب وهالصورة هلأ يلي عم ننهي عليها اليوم بتخلينا نقرأ بشكل الهرم يلي عم ببلش مع الاحجار الكبيرة أوقات بتكون كنعينية في نئية وبترسم البيب وبتعطي هالعرض على الشقفة التحتينية وبنطلع وبين عنا العناصر المهمة يلي هو الصليب والإربان أو الكاس وميلتو الكلمة الكتابة السريانية وفوق على الراس الشباك يلي هو نور الاربان كلهم بيرسموا هل هرم يلي يعطينا فكرة السعود هيدول هني النقاط يلي رح نحكي عنهم مرتجة لنقدر من خلالهم نحلل الفكرة الليهوتية وخاصة وخاصة الستيغيولوجي يعني الليهوت الخلاص يلي عم بعبره عنه لموارني على واجهة كنعيسهم يلي فيها الكتابات السريانية تاودي وشلومو وشينو من طول الليهوت 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 اشتركوا في القناة